دينا جانا لنكمل فقراتنا ومحطتنا الأخيرة لليوم مريض أكيد ميسان محطتنا التالية مع طفولة والعالم المليء بالأسرار والطاقة الخلاقة لكن كيف فينا أنه نميها الطاقة بعيدا عن التلفزيون والألعاب الإلكترونية يلي أكيد بتهدن هذا العالم وبيصيبه الخمول الأسئلة بتجاوبنا عليها الأخصائية الاجتماعية رندا عليدي بيسعد صباحك رندا يسعد صباحكم يسعد صباحك رندا يمكن هاي مشكلة اللي عم نحكي عنا هي اكتشفت واجه الأطفال أطفالنا اليوم والمرة الماضية بحلقة سابقة كنا عم نحكي عن إعادة التدوير ليصيروا ألعاب عند الأطفال خلينا شوي نستذكر أهم النقاط بهذا الموضوع تمام المرة الماضية حكينا كيف فينا من مواد بسيطة أو هي ما عد نقدر نستخدمها لنقدر نرجع نستخدمها مرة تانية وتكون مفيدة كألعاب بديلة منزلية وغير مكلفة للأم لحتى من ناحية للطفل ممكن يلعب ويتسلى وبنفس الوقت هي حتكون تعليمية وتهيئة للعام الدراسي بالمستقبل خصوصا إذا كان عمر صغير أغلب الملاحظات اللي عم تكون من الأهل أو الشكاوي إنه كتير شوب ما فيني ما في نشاطات خارجية أغضوا عليها أو عم بيكون كتير مكلف عم بيعود بالبيت طول وقته مقضي على التيفي أو على التاب أو على الموبايل ما عم بقدر أسحبه منه السبب لأنه ما عم تقدر تحط له شي بديل وغالبا من كتير الجو صار الكتير استهلاكي عنا فما عد أي لعبة تجذب الطفل لأنه يقضي وقت اللي بيقضي على التاب أو على برامج التلفزيوني فلا هيك الفكرة كانت من إعادة التدوير أنه أنا لما بعطي مواد أساسية للطفل وبقول له منه كول لي شيء معين تمام فهذا الباب اللي حافتحه لتطوير تفكيره للابتكار وللابداع ويعطيه إيميل للأشياء اللي بالأساس هي ما كان إيميل عنده أنه هو كان عنده علبة وبدو يتلفها قدر يستفاد منه ليعمل نشاط يقضي فيه وقت ممتع وحيكون المتعة أكبر لما بيكون هو صانعه بإيده وشعر بالفخر وبالإنجاز أنه هو عم بيأنجز نشاطات معينة أو ألعاب معينة الفكرة كمان منه أنه هي لما نحن حكينا فيها سابقا أنه إعادة التدوير بتخلي الطفل يفكر خارج الصندوق لما بيبدأ يفكر بهالتوسع بالإضافات البسيطة اللي ممكن يضيفها للشيء ما كان له إيميل اللي يعمله إيميل هذا كله بيحفز الإبداع وبيحفز التفكير وبيعطي لم يستقبله بالمراحل المتقدمة نحن دائما أي شيء نشتغل مع الطفل بعمر صغير بيكون هدفنا الخطوات الكبيرة بمستقبله هي يكون عنده قدرة كبيرة لحل المشكلات كمان مثل ما ذكرنا يمكن تلفزيون والألعاب على الموبايل كتير بتشكل خطر بتهدد عالم الطفولة اليوم كيف الأهل بالفعل بيقدروا يعني يبعدوا طفلون عن هالوسائل أيضا زكرتنا بإعادة التدوير لكن كيف نقدر يعني نخنع طفلنا أنه يعود يركون يمكن نحط قدامه هالأدوات ويبتكر تمام هلا الفكرة من البرامج أو من الكرتون أو من الألعاب الإلكترونية هي عم تكون مشتتة للطفل عم بتخفف له انتباهه عم بتديد حركته عم تخليه شخص أكتر اندفاعية أكتر عدوانية هاد كله رح بيخلي أصعب من هيك أنه يخلي ياخد متعة بدون جهد فهذا بيخلي الدماغ والشخص أنه خلص أنا مرتاح ومتسلي بدون ما أدزل أي مجهود فهذا رح بيشجعه لهذا الخط اللي خليني أقوله الخط السيء للحياة لما أنا ممكن جبله ممكن مثلا أنينة فاضية وقال له شو ممكن نحنا نعمل فيها عطيني شو ممكن نخترع وصير أنا أمضحه أنه أنت المخترع اللي رح تخترعلي فهو سيحفزه هذا الشيء أنا ببساطة ممكن نجبله شوية حموس أو شوية عدس أو أي شيء صغير بيفوت بغطى الأنينة ويرسم علي أو شيء وأنا بصير عملت تمرين للانتباه وتمرين لحتى قويله شوية التأذر كيف يقدر يحط الأشياء البسيطة بقلب الأنينة وهي كلها هاي كمان مستخدمة بالمجال بالحياة العملية بالمونتيسوري فهي كلها أدوات بسيطة ومنزلية والطفل بصير أنا بحط له مدة إنه إذا فوت لي اليوم عشر حبات مثلا رح حط لك نقطة إذا بكرت أكتر حسب انتباهه وحسب عمره وحسب هو قده بيطيعنا بهاي الأمور بس هو مع الوقت لما بيزيد مجال الابتكار وبيتوسع هو حيكون له رغبة أكتر ليعود كلنا نحنا من ميل للحركة وللتسلية اللي بتعطي اللي هي فيها فعل ورتفعل فأنا لما بعطي فعل لشيء وباخد رتفعله بشيء ممتع هات كله رح بيكون أفضل من الأعدل يعني فينا نعتبر أنه هي من الألعاب البديلة للألعاب الكترونية تمام هي الألعاب البديلة منزلية نمط آخر للألعاب البديلة خلينا نحكي عنا كمان ممكن تفيد الأطفال وتساعدهم يعني خصيصا على تحفيز الفكر عندهم أهلا من الأفكار اللي كمعان نحنا بنشتغلها أنه نحنا بنجيب علب فاضية هي بتكون للتلف أو كانت تحفظ شيء معين وبحط فيها أشكال معينة أو ممكن شلومونات ممكن علب صغيرة وبعمل منها متاهة وممكن من أي ورقة أنا ما عاد بدي إياها أعملها بطريقة كأنها طابة صغيرة وخليه يمسكها ليقدر يتوازن ويفمرها من جهة لجهة كمان هي كتير مفيدة كتير بتشتغل على المهارات كتير على التركيز بتزيده كيف يحرك إيده معينه بتركيز وانتباه معين وفيني أنا قد ما فيني صعبة قد ما فيني سهلة وقد ما فيني صعبة هذا حسب العمر وحسب لما هو حيشتغله ممكن يقضي يومين ثلاثة هو عم بيزينها هو عم بييركب المتاهة هو عم بيفكر وين بده يحطه لتمشي هذا كله بنمي مهارات التفكير وحلل المشكلات بمساعدة نحنا نتابع مع بعض الأفكار للأنشطة البديلة للطفل لكن قديش بالفعل هالإشياء هي بتساهم لبناء شخصية الطفل؟ أول شي بتشتغل على الاستقلالية بتشتغل على ما يكون شخص متردد بالمستقبل إنه لما بيكون عنده مشكلة وقدران يحلة فهو ما عنده حل واحد صار عنده عدة حلول بانفتاح أكبر لأنه يقدر يكون أكتر مرونة هات كله بيساعد بالمستقبل بالعلاقات الأسرية بالعلاقات الاجتماعية بين أصدقاؤه طريقة حبه لتملك الأشياء حيكون بطريقة كتير منطقية ما حيكون في مبالغة فيها بتشتغل على بناء الشخصية بشكل كامل بكل المجالات هذا غير الجانب التيمي اللي هي بتشتغل عليه من بين السطور يعني كتير من الأمهات بيسألوا أنه أنا بحس أنه بيجي بدي أعمل هالتفاصيل هاي مع ابني أو مع بنتي بس ما بيكون في تجاوب لأنه هنا ما عندهم حب لهي الأعمال اليدوية فهون كيف الأم لازم تتصرف لحتى ترزب ابنه لهذا الجانب من الأنشطة البديلة إذا بدنا نقول عن اللعب بشكل عام عن الإلعاب الإلكترونية؟ هلأ في فكرة لما الأهل بيشاركوا طفلهم وبيعملوا مثل روح المنافسة بس خصوص إذا كان طفل وحيد فهو إنه ما في حدا ينافسه بالبيت أو ما عنده مثلا قريبين أو جيران فهي تكون الأم هي الشخص المنافس لطفلة هلأ من بين السور اللي حتنا فيه شي نشاطات داخلية وفي نشاطات خارجية النشاطات الخارجية نحنا كمان حكينا بالمرة الماضية عن الألعاب الموسخة ترجمتها كيف يقدر يلعب بكل أريحية وبكل ما يعكل أيهم لأنه يوسخ شيء وبنفس الوقت هي خروج عن المألوف فهذا الشيء كثير هيكون محفز له لأنه يفوت بمنافسة مع أمه وهي طبعا رح تتنازل شويل حتى تخليه يفز أول مرتين وبعدين حتزرع هذه الروح المنافسة معه بالعكس هيكون كتير بتكون هي مالة رغبة فلما هي بكل رغبة بهذا الموضوع رح هيكله هو رغبة كمان كمان يعني قداش فينا نوسع خياله للطفل بالابتكار ممكن هو كمان نحن عم نحاول مبعده شوي عن الألعاب الموبايل والألعاب الإلكترونية لكن ممكن كمان نفتح له على فيديو على الإنترنت يتعلم منه ويطبقه هو لحاله ويحاول قداش ممكن يقدر يبتكر وننمي له المخيلة عنده دائماً أي شيء له وجهين سلبي وإيجابي وخصوصي إنه نحن بهذا العصر ما فينا نلغي تماماً الكترونيات هلا أنا فيني أكيد حضره تحت إشرافي فيديوهات معينة وتكون آمنة بكتير ضروري تكون آمنة لأنه أحياناً هي ما بيكون قدران يختار العمر المناسب للاختراع أو النشاط اللي يبدو يعمله فممكن يكون شكل خطورة إليه لأنه ما حيكون دارس ردود الفعل بشكل عام فلما بيكون هاد مختار بطريقة مناسبة تحت إشراف راشدين ليلا بالعكس بيفتح له مجالات أول شي بيكون كلاتنا بنتعلم بالتقليد وبعدين بقى بنفتح بواب التفكير والإبداع والمخيلة يعني عم نحكي عن هاي التفاصيل كلها اللي منقول أنه هي تقع على عاتق الأم لكن أيضاً قدش مهم أنه الأب بيشارك ابنه بتفاصيل هاي الألعاب لحتى خصيصاً عند زينا نقول عند الولاد الصبي مشاركة الأب قدش كمان بتساعده؟ للأب دور كتير فعال للصبي وللبنت خصوصي ببناء شخصية للبنت بتعزيزها لثقتها بنفسها وكيف هي تقدر تشوف حالها بيسلمها الحياة هي بأي درجة هو الشخص الأساسي والدور الأكبر له رغم أنه نحن دائماً نذكر الأم بحكم هي بتقضي وقت أكبر مع طفلة هلأ في مرحلة من العمر بيبلش الصبي يتماهى بأبوه يعني يقلده يكون مثله يكون كوبي تماماً عنه فبهاي الفترة كتير منيح يكون في نشاطات مشتركة ذكورية ولو كانت مثلاً أنا دائماً بحب أذكر هذا اللي هلأ كتير صار قليل أنه ما علي ينزل هو وياه مثلاً يغسل السيارة هو وياه عنده مهمة معينة يجيبه خضرة للبيت للأم فلما بيتحمل هاي المسئولية كصبي فهو هادا كتير رح نشتغل على الشخصية وبنفس الوقت لما بيشاركوا أكتر بالنشاطات خصوصي الوقت حكينا بنشاطات الخارجية كمان هاد فيه هلأ أكتر شي اللي منتشر هلأ فكرة الدارات الكهربائية البسيطة فهو أكيد الأب هو اللي رح بيساعد ابنه بهذا الشي وبيطلع يمكن كمان من جو الموبايل ومن جو التاب ومن جو البيت حتى من جو أنه أحيانا بيصير دلوع أمه يعني الولاد إنه دائما بيكون بعاد عنه ينتقل من دور اللي هو متلقي لكل الخدمات لهو شخص هو عليه مهام معينة بسيطة مناسبة له ما تضغطه أهم شيء إنه ما تضغطه يؤدي لمجموعة خصوصي لبيته كمان مثل ما زكرنا دور الأمي كتير كبير كمان كيف تقدر تعزز الثقة وتولد الإبداع عنده ولادة أهم شيء فينا قطتين أساسيات أول شيء لما أنا بمدحه أدام الغريب بمدحه بالشيء اللي هو بيقدر يعمله ما أمدحه بشيء تمام إنه شيء ما بيعمله أنا بروح بمدحه فيه فأقوله خلص أنا فيني أدام فيه وعندما توجه له نقد توجه له عن طريق حوار تقوله أنت شو عملت؟ شو رأيك فيه؟ تخلي تاخد اللوم منه مو لوم خليه يكون تقييم ذاتي إلو هاد رح يخليه أكتر يرائب خطواته لما بيكون بوسط اجتماعي هالأغلب المشاكل أن الطفل بيكون عائل لما بيكون مع أمه بمجموعة تطلع على أهلتهم كل الزرافة لأنه بتطلع كل الهضامة تبعه والمواقف اللي بتستفز الأم فهي حتروح بعد أسبوع مزعوجة منه بالبيت يعني عن جد معلومات كتير مهمة بتهم أكيد كل أم هلأ عم تعاني شوي من موضوع المولادة وقدش ممكن تقدر خصوصا بها الصيفية والعطلة الصيف كيف تقدر تحاول تجذب ولادة لهيك أشياء مفيدة نحنا كتير ممشكرك على هذه المعلومات المهمة اللي عطتنا شكرا لكم حابة بس ضيف شغلة أنه نحنا عاملين بآخر هذا الشهر مثل سوق خيري مشارك بين الأمهات والأطفال بمشروع إعادة التدوير وحيروح ريعوا لجمعية جديدة فايتة بمجال الأعمال الخيرية فهي كمان فرصة لنحنا نشتغل على كل اللي حكينا حديثنا اليوم لحتى ندعم العلاقة بين الأم والطفل والروضة أو المدرسة وبنفس الوقت يكون يتعلم الطفل أنه أي شيء هو بياخده مضروري له مقابل هو بيكفي تقديره لذاته وبكفي هو كيف يكافئ نفسه بإنجاز قدمه لغيره نحن نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله هالمعلومات تكون فعدة كل الأشخاص نشكر وجودك معنا لليوم رندا شكرا لكم